وجهت وزارة الداخلية مأموريات للمستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السنة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف يأتي ذلك في إطار دور وزارة الداخلية المجتمعية حرصا من وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية نظمت الوزارة وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف زيارات إلى عدد من المستشفيات التي يتلقى فيها الأطفال المرضى العلاج وإهدائهم حلوى المولد في بادرة إنسانية تؤكد على الحرص على رفع روحهم المعنوية لمواصلة رحلة الشفاء فرحانة جداً للزباط جوم هنا في سبعة فانسين وفرحونا وقدونا حلوة أن يولد أبا فصوص قوي باليدي عزي شكرها رايز الزباط كتب تكون حباوة شكر لي شكر رايز الزباط ما شاء الله عليهم الشكلة حتى يفرح يعني وحتى بدخلوا السعادة على الأطفال بيحس أنهم مش في مكان علاج يعني النهاردة كانوا موجودين معانا الزباط والوزارة الدخلية والزوعة لو يبقى في المولد على المرضى وعن أهليهم أدخلوا البهجة والسعادة عليهم ودي حاجة متجدد عليهم دائماً موجودين معانا في بفول يوم رياسة بيرك وعلى مرة نستنين موجودين معانا في بفول طبعاً كل ده بيتم بدعم وتوجيه مباشر من سادة الرئيس اللي كلنا بنشكره أنه دايماً مج بينسى من أي ثقة من ثقات الشعب ودايماً هم معانا في كل المناسبات كما احتفلت الوزارة بهذه المناسبة مع الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام وتم توزيحاً والمولد عليهم في تقليد سنوي تحرص عليه واستمراراً للدعم الذي تقدمه لنزلاء هذه الدور مادياً ومعنوياً على مدار العام ما رسم الفرح والبهج على وجوههم في كل المناسبة في عيد في أي حاجة لازم بيجوا يزورونا ويشوفوا الأولاد وسعب بيصدعونا عندهم في الأكاديمية وفي خروبات خارجية ويفصحوا الأولاد دايماً دايماً سادة الرئيس حاسس بالشعب وبيعمل لكل مناسبة مبادرة بتغطي للناس اللي هي محدودة تدخش ودليل دعم جامد والشعب كله حاسس أنه الرئيس حاسس بجميع فئة الشعب أحتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف امتدت إلى دور رعاية المسنين عيث تم توزيع حلوى المولد على نزلاء هذه الدور وسط إشادة منهم بالدعم والمساندة الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم والحرص على الإطمئنان عليهم باستمرار نزلاء ونتو طيبين نشكو السيد الرئيس على النباطرة الحلوة نعمل هذا الشرطة جاءت بزريتنا وستمن علينا وقابت لنا حلوة المولد كل سنة ونتو طيب الرئيس نشكو طيبين لفكيرنا وربنا معيك نشكو طيبين لفكيرنا على وجودهم معنا دائما نعملنا سبيت ودي مش أول مرة يكوننا فيها دائما بيبقى فيهم تباصل وبيبقى فيها أثر إيجابي جدا على المسنين في الدار مشاركة مجتمعية موسعة من وزارة الداخلية مع كافة فئات المجتمع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف انطلاقا من تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية موسيقى موسيقى موسيقى